أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر والسعودية تجمعهما شراقة استثمارية قوية تسهم في تحقيق ربحية قوية للبلدين مشيرا إلى أن هذه الشراقة ستعزز بعد التوقيع على اتفاقية لتشبيع وحماية الاستثمار بين البلدين جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مدبولي مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لبحث عدد من ملفات الاستثمارات ذات الاهتمام المشترك بدوره أشهد وزير الاستثمار السعودي بالجهود المبدولة من قبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر مشيرا إلى وجود توجه لدى الجانب السعودي لتحويل الوداع إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودية خاصة وأن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات اشتركوا في القناة